أمطري حبا وطهرا يا سماء واملأ الأرجاء سحرا ونقا ها هي الأرواح مذأن بللات أرضنا بالغيف عادت للصفا سباح الخير سباح الحب وشاكم لبناء إن شاء الله تكونوا كامل بخير ويلقاكم الفيديو تتاعي بأحسن الأحوال أنا بخير والحمد لله سمحوا لي طبولت عليكم الزاف من فلاني رتحت معاكم إن شاء الله يعجبكم الليديو تاع اليوم رح نشاركم روتين متنوع إن شاء الله يعجبكم حبوبتي وتستفيدوا منه اليوم أول حاجة درتها بعد ما افترت كنت رح نخرج ندير الكورس أول حاجة درتها قبل ما نخرج ودجت لابات تاعي لها جينات على البيتزا تاعي رح ندربها زوج وصافات درتها هي اللولة ومعد خرجت هكذا كين جي نلقاها واجدة رتحت وطلعت لمليح وفلا جيني سهلة للخدمة ودجكم يعني فسيل كي ما هنا درت لغسية تاع تاع مو ميكس تقدو تديروها نفس الوصفة تديروها في أي بتخان عادي ولا تديروها يعني وتعزنوها بيدكم الحاجة اللولة اللي درت درت مئتين وعشين جرام تاع الماء درت معهم ثنية جرام تاع الخميرة الخبز ودرت شوية موارفه سغيرة تاع سكر وظهر تقدو تديروه ما يكون دافي وتحطوه فوقه الخميرة وتحطو فوقه الموارفة تاع سكر كي سوخنونة درت فوقهم 400 غرام تاع فارينا 50 غرام.. 30 غرام تاع زيت وشوية تاع ملح ووالا هذا وشفيها لاعortunة والجيبس ذاف ملاحه او جي خفيفه وطرية سبق لي وشاركتها معاكم من قبل درت بها بيزا اليوم حندير بها زوج وصفات حبيتنا نعتهم لكم وهذي المام العجينة البيزا يعني تقدروا تنوعوا فيها بزيف بزيف كما شتوني خلط كلش خليتوا عجين دون مينوت وهنا كما شتوا لبنات جبت مبول حطيت درت فيه شوية عزيت اضهنته بالزيت وحطيت فيه العجينة التاعي بهذه الطريقة ورح أشوفوا الشكل كيفاش تجي تجيكم معجونة مليح وتجي بزيف طريقة هنا كنت غلفتها وخليتها على جهة وهنا كنا خرجنا كما شتوا قبل كانت دنيا كانت سخانة وكل ومبعد جت النو الجو يتبدل بزيف 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 جتنا ياماتع سخانة بزيف قاوية وش بونستو ما ثاني في الجزائر هقدارنا قيلولي بزيف سخانة فغيما ربي يستر سخانة بزيف بزيف وحنا هقد جي سخانة بزيف ومبعد يولي جي النو يجي ريح يتبدل الجو هنا كما شتوني حبوا باتي تديدكم معي الأكسيون دايما نقول نحب نصوركم ومن ننسى يعني اليوم صورت لكم تشوفوا يعني وش عندهم وش عندهم الجديد يتجيبوا دايما من هما البلاتو هذو ملاح بزيف كيما هذو النو حكل جيبوهم هذي المرة في النوار كانوا جيبين هم هكذا افي مروار يعني يجيوا هكذا كامل مروار أنا كنت شريت منهم هذا الشكل وذوقا جيبوهم في النوار جيبوهم كامل نوار بزيف ملاح ماي أنا مش هريتش اليوم منهم راح نحبس لبنات الشراء تاع البلاتو هذو تاع اكسيون بزيف جيبوهم ان كل مره يجيبونا موديل جديد وليبخي تباحوهم مش يغالين بسطح لبيز اشك فا نشري ونشري ونحط لهي هذي المره كو تسيبوه نستعمل لي عندي عندي بزيف هذو البلاتو دمي هوا بسطح يجيو ملاح يعني تقدمو فيهم يجيو بزيف ملاح من ولا لازم واحد كمام يعرف يحبس هكذا أنا عندي كل ما يجيبو موديل كنت نشري دونك حبست نعطي لكم هذو بزاف ثانية تاع لي بيجو ولا تحطوهم ديرون في دي بتيك هادو هكذا كديرو زع ما كادو لك شو واحد هكتحطو فيها ان بيجو ونكسي سوا وهنا لفيستال لفيستال الاواني هوس الاواني جبنس نسا كل عندهم هوس الاواني دونك هنا درت جولة بصح ما شريتش شاشت عندهم بزاف الجزدي دي يجيبوهما اشك فا يجيبو دي موديل جدد كيما هذا الموديل لك حل كيما تتعي عندي الامام وفيه كلش سارفيس فيه كلش فيه دي زاسية بلا دي زاسية كروز فيه دي بتيبول هذو كتاع البن انا كنت شريتو رمضان اللي فات دي قبل هذا فيه دي بول هذو كتاع البن فيه دي بتيزاسيات فيه مام سالة دي تاعو كبير ثاني مليح وفلا وكين هذا الكوتي اللي نشته بزاف ويعجبني بزاف الكوتي تاع لي بوجي لا تلقو لي بوجي اشكال وانواع البارفن اللي تحبوها الكولار اللي تحبوها تجي مع السالة تاعكم يعني تحبوها تحطوها غر دي كوراسيات دي كوم تحبل وبزاف مليح فريما عندكم البارفن كل وقلكم ما الموديل يعني الانواع سواء بوجي هكال ولا اللي تلقوهم يعني محتوطين في فيم تي بوكال ولا فيم تي تاسيات كل واحدة والموديل صاح وحنا انا عزلكم البروضوين اللي نخدم بهم بزاف هذا البروضوين المفضل عنده هذا كلفر يعني هو المليح خلاص. لو هنه اديتكم اللغيان تاع الكومبين ولا تاع الصيف جابوا بزاف حويد ملاح. حاك ذاكم و قطلوا ومن شريو مش بسك عندي عندي لافيسال بزاف. نوك جابوا هادو باش ديرو فيهم لي بواسون جابوا لي زاسية كلش بلاستيك لبنات. شوف هادو شو ملاح يهبلو. هادو عجبوني بزاف ملاح لبيكنيك هاكي تخرجو لها تديو كلش بلاستيك ملاح. جابوا فيهم لي بلا تحما كي ما شتو ذا كان عطيكم لي بلا بلا جابوا هادو لي بول جابوا فيهم الكيسين كلش يعني جابوا الانواع وكل. اه وهنا حبوا بأتي كنتا واللية ترجعت للدار اه درت اه رحت درت اليكوخ ستو عي في كهفوه. كانوا نقسين يعني شوية مشي بزاف و ولي ترجعت. اه هنا كنت اه جبت الجاة ودرت ورحيته هكذا اشيتوت قدو تشوفي اي اشوا ورح نطيبو باش نديرو في البيتزا التاعي. نضع زيت ملح في الاكحل ونضعه يطيب ونضعه بعد نضعه في الفوق البيتزا بك تشوفوه معي. نضعه لبنتي طيب ورح نعطيكم ورح تدرت لي كوز كانوا خاصين يعني برك شوية حويج رح تشريتهم من كخفوغ وكما قلت لكم من اكسيون ما شريتش بزاف حويش هيتغلب اخدوا هذك اللي كان نقصني وشي ثاني الماكلة ملاح ومشي غاليين وبزاف يعني ملاح يشتيوهم القطط وولا. دونك ورحت لكفوغ شيت دو تخوى تشريك بك نعطيهم لكم. وكما قلت لكم هواس الاوانية يعني هذي نصيحة مني. اه وحبيت نهدر عليها يعني بزاف بزاف اه المغريات بزاف بزاف يعني في الاوانية عشا كيفان خرجوه تعجبنا حاجة. لازم الواحد يعني اشي فهمو الحويج ليشتيهم وليه ليحتاجهم. اه ويدين الاولويات ولا كل واحد عنده الاولويات في حياتو ولا كين حويج قبل حويج اخرين. واصلا نشريه بزاف حويج تعله في سالو نحطوهم يعني ومنستعملهم مش كامل. ولا عسولاتي. وهنا الابنات دونك هذو كانوا خاصين دوت خوى ترك في كارفور احس شريتهم. دونك شيت هذو ليه ميني شوكولا هكذا للفطور تع سباح ولا مع القهوة كامل. هنا حطيتهم في هذو ليبوكال انا حطا فيهم الحويج لي نحتاجهم يعني يوميا عندي شوفان عندي زراعة الكتن عندي لقهان دوشية. اه ولا كل الحويج لي نحتاجهم ونحبهم يكونوا قدام يعني. اه ولا شريت اه انا نعطيكو في عجبني بزا بزاف. لتكون حابة يعني تستفسر عليه ولا ندلكم عليه فيديو يعني اه خاص. انا كان عندي مقبل دايزون وحبس لبات خي تاعوه ماتت. دونك لازمني نشيلو امبات خي ولا ولا نبدلونا دونك بدلتو بس كما قدرش يعني نقاط بلا لازم يعني لازمني يعني لازمني يعني بزاف بزاف. هنا كنت نعطيكو ما وش شريت اللي قاتو لفطور تع سباح شريت الفخماج. شريت هذا الفخماج تعالى باش ندير به البيتزا والباقي نخبيه. اه شريت انا نحطه في كونجلاتر لبنات هكذا اللي يتحب يعني اللي تفيد هالمعلومة. اه نشري بزاف الفخماج ونحطوه في كونجلاتر ونجبد نجبد يعني كي نحتاج. وفالا شتوني شريت الخبز الخبز ثاني نشري هكذا ونديرو في ديس اشي ونحطوه في كونجلاتر كي نعود مش قادر نخبز ولا نعجد ونجبد ونحطوه الفور. تجبدوه لبنات يكون نكمجلاتي تحطوه في الفور سام منوت يكون الفور سو خوني تعكم. يولي لكم اجديد كي وكا انو اذا وين شريتوه. انا كنت ناخدوه في رستوران اه كي ما كدكم لبنات كنت نخدوه في رستوران كنا نجبدو الخبز يعني كونجلي ونحطوه في الفور يولي جديد وكا انو اذا وين يعني تعدن نطب ويجي هبب ويجيكم بزاف مليح. لازمكم تحطوه لبنات كنجلة يعني متخليوش يدي كنجلة وبعد حطوه في الفور يبس لكم بعض وما يديكم شمليح حطوه هو كنجلة وخلي واحد تاني يتلقوها دي كنجلة وصخن يديكم يهبل ووالا حبوبتي هنا كما شتول شت اللي عجينا التاعي كانت طلعت كلكم خليتها طلعت ونخرج تقضيت جي تلقيت هاي عني واجدة هنا كنت حطيت البابيك في سنتاعي درد فوقو شوية تهزيت وكسنتها لتلاذة دوك تشوفوني حندير دو بيدا وثافة دوك تشوفوش حندير بيها الجج التاعي كان طاب درت له ملح في فلاك حال يعني كل واحد يطيبو بليزي بيس لي حبهم هو دو كان طاب شوفوا الناهناني نعتلكم في العدينا كيفاش جات 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 هبل وجات بزافة بنينا انا ندير هالي لساس طومات لي نشريها واجدة لامارك باغيلا بزافة مليحة وتعجبني ذوق تحال يعني جي مليحة كي نعود سينو ساعة نطيبها تاني في الدار حبة دماطم ولا زوج نرحيهم ونحطهم يطيبو مع شوية ملح في فلاكحل وندلهم شوية اما معدنوس ولا دبشة ساديبون وش عندي هنا درت هذي اليوم درت هذي لساس طومات لي واجدة كي ما اشتوني ندهن البيزا تاعي كامل نحط فوق هاله نحط فوق هاله نحط فوق هالفروماج اي نوع ما تحبو هنا درت هناليمونتال ومبعد ندير اما جاد ولا تن ولا الحم ولا دان كل واحد وشي يحب هناليمونتال فوق هالفروماج درت هالجاج اللي كون طيب تقبيل رح نزيد لها الزيتون ورح نزيد لها شوية فروماج تاعمو ثلاثات يعني كل واحد كيفاش يحبي ديرها تقدو ديرها غرب الفروماج وزيتون شوية تعطنوه تجي بزاف هاني ملاحة المهم لعجينة بزاف ملاحة وبزاف تجي طريا وتجي الضوف الفم يعني تجي كما تاع المحلات قلت لكم درت العجينة اللولة القرصة اللولة تالبيتزا درت الثانية كيف كيف والعجينة الثالثة البنية حاشاركم كيفاش درتها بزاف جات بنينة جات الضوف الفم والعجينة جات مقارمشة وجات بزاف زاف ملاحة درتها على شكل محاجب كيما بطلقة كيما نديرو المحاجب والعجينة اللي بقات لي كسمتها درتها دي بطلقة كيما حين تشوفوا معايا بكا البيتزا كنت لحتها تطيب 200 دقري درت لي 15 منوت وهنا العجينة اللي بقات لبنية درتها هكذا قرصة صغار كيما كم تشوفوا درت شوية الزيت في البلونت تخابايت تاعي ورح نحلها كيما نحلو المحاجب عادي يعني ورح نفخسيها بالجاش تاعي اللي كنت طيبتو بقالي كان بقالي شوية زيت معاها شوية فخماج وزيت معاها سوستومات نو الفخماج هنزيدو من بعد دونك حليتها هكذا بهذه الطريقة يعني ترقوها قسمت تقدرو ومبعد درت لفخس تاعي فالنصر هندير فوق هالفخماج ونطبقها كيما نطبقوا المحاجب تاوعنا يعني العاديين وندلها الزيت هنان ندير في الزيت يعني على بات تعيكة ملاكة مشتو ونسكرها بهذه الطريقة وفلا أشك فات تهزو جيها يعني دير لها الزيت باش ديكم مقرمشة دي مقرمشة بزيف بزيف عجبتني بزيف هذه الوصفة حبيت نشاركها معاكم يعني وأكيد لو درتوها راح تعجبكم يعني مكانش راح تعجبكم مياه بالمياه بزيف جات مليحة دي مقرمشة ومامتو من الداخل دي دي الضوف الفم هنكملهم كامل بهذه الطريقة ورح نشوفوا الشكل سحم في الأخير خطيبت لي دو بيزا ومبعد حطيسها هي الطيب كي مقلكم بيزا طيبتها دوسون دوغري وهذه طيبتها سون سان كونت نقصت لها النار باش تطيب مليح من الداخل كي ما طبقتها يعني على شكل محاجب في هالطبقة تابوك نقصت لها النار هكذا تطيب مليح من الداخل نقصت لها النار باش تطيب مليح ويجيكم مقرمشة يعني من الفوق تجيكم مقرمشة ومن الداخل تجيكم فيتي ويجي بزا في بنينا دونك تدهنوها انا هنا دهنتها شكفة بالزيت شكفة نحل ولا نطبقها ندير الزيت هذاك الزيت هو اللي حقي هذيك القرمشة ورح نشوفوا الشكل تها كيفية تقدو تفاصيوها باي حاجة تحبوها انتوما رح نشاركها معاكم ان شاء الله بوصفة خرا بوصفة جديدة ورح نشوفو تقدو تديرها باي حاجة ديرها بالسلق وشوية جيج بالسلق والفخماج ديرها بالاغرة شكشوكا يعني جي بزا في مليحة هذي اللي عجينا اصلا يعني جا تصلح لكم نديرو بها كلش انا قلتكم ندير بها البيتزا ندير بها المومة اللاحت وندير بها اليوم جربت هذي الوصفة وعجبتني وجات بزا في بنينا هنا بعد ما كملتهم البنات درت لفخماش كما كما تشوفو درتو هكذا كامل على الحبة ودرت في النص حبة زيتون وحنا البنات بعد ما كملتهم درت لهم لفخماش كما شدتو حبة الزيتون حطيتهم يطيبو اه ادوسون دوغرين طيبت البيتزا كين حيتها هي نقصت خليتها سان ساكنت وطيبتهم هما طيبتهم حتى نتلقوهم حمار وضوك تشوفو الشكل ساحهم جيوا بزا في بنينا هنا رح نقطع معكم البيتزا باش تشوفوها الشكل ساحها كيفاش جدت تجي تهبل جيبنينا بزا 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 سبق لي وشاركتها معاكم بوصفة مختلفة يعني وليوم درتها بالجاج جدت ثاني بزا 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 ملاحة تبقى المفضلة عندي انا ليش ديها يعني نديرها بالجاج المدخن وشوية تلا فيونداشية من الوصفات اللي نحبها اليوم جربتها بهذه الطريقة وجدت بنينا بزا 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 ملاحة وهذا هما البيتزا الليكم درتهم تجي طايبة من تحت ملاحة وتجيكم ومامتو تجي مقارمتو تجي ضف الفم فولا حبوبتي هنا حشارككم حنектلكم ثاني تشوفوا الشكل الثاني اللي كن درتها وهنا حبوبتي هذي هي الوصفة الثانية اللي كن درتها بالنفس العجنة الجات بزاس ملاحة نفس العجنة قد رضي تنبعوا بها قد ملاحة فولا نافتن شوفوا الشكل التاحا تصم록م القرمشه تحا كيفاش تجي بزا بزا بزاف بنينة وهنا راح نتسملكم واحدة باش تشوفوها من داك حل قلتكم تجي فيتي تجي لذوق الطبقات بينين وتجي فزافة بنينا انا عجبتني حبيت ان بختار جاها معاكم ان شاء الله شما ثانية تعجبكم وتجربوا الوصفة ان شاء الله نقولكم اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تديروا ليجام وتبرتجوا الفيديو مع الاهل والاحباء نقولكم تهلوا في روحكم نتلاقي مع قريب ان شاء الله في فيديو جديد ومع السلامة اشتركوا في القناة